حملات التلقيح ضد فيروس كورونا لا تسير كما ينبغي أن تكون عليه في العراق الذي يسجل يوميا أكثر من ثمانية آلاف إصابة بالفيروس تعثر تؤكده التقارير الصحفية والطبية التي تشير إلى نقص في الاختبارات واللقاحات وفشل الجهود الحكومية في التوعية لخطر الوباء المتفشي والذي أوصل العراق لعتبات المليون إصابة منذ اتشار الفيروس مع دخول السلالة الهندية سنواجه خطر محتم على المواطن العراقي بسبب قلة التوعية وقلة المواطنيين الذين يأخذوا اللقاح الحد نقول ما نلقى العدد الكافي الذين يأخذوا اللقاح من خلال ذلك نحث وزارة الصحة وزارة الصحة أن التثقيف الإعلامي حث المواطن حث شديد على أخذ اللقاح عدنا تقصير وزارة الصحة العراقية تقصير من ثلاث دوان اللي هي الجانب الإعلامي وجانب الأمان وجانب الوفرة جانب الإعلامي أنني جبت لقاح جبت كذا جرعة كذا عدد بس أنا اليوم شون أجيب المواطن يأخذ هذه اللقاح التوعية وعدم الوفرة والأمان ونقص المراكز الصحية المعطية للقاح عوامر وأثرت على حملة التلقيح كما تشير التواقم الطبية في العراق في وقت تواجه البلاد موجة ثانية حادة من جائحة فيروس كورونا وسط عدم يرضى العراقيين عن حملة اللقاحات اللي يريد لك حالينا يواجه العديد من الصعوبات أول شيء من أهم الصعوبات أنه يعدم توفر بعض اللقاحات أو وجود لقاحات يوجد عليها إشاعات أو لقاحات غير مناسبة للمواطن العراقي والله اللقاح إحنا كمستوصفاتنا تعبانة مستلزمات طبية معك وزخم على المستوصفات اللي عندنا يعني موجودات إننا عليهم زخم يعني أنت خموة تروح تداخل بيناتهم بهذا الزخم وتجيب فيروس تولد العائلتك وتسبب مرض تجيب العائلتك من جالبها تكشف وزارة الصحة في العراق عن خطر محدق يهدد البلاد في ظل ظهور السلالة الهندية الجديدة وتتهم المواطنين بعدم الاستجابة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا يأتي ذلك بينما تشير وكالة أسوجة دبريس إلى أن نحو 130 ألف فقط طلقوا اللقاح من بين عدد السكان البالغ عددهم 40 مليون في العراق كما وتسلمت البلاد نحو 400 ألف جرعة لقاح فقط غالبيتها عبر آلية كوفكاس موسيقى